بعدما أصيبت المفاوضات بين حماس وإسرائيل عبر الوسطاء بالجمود، لا تزال جهود تحريكها مستمرة. وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن الولايات المتحدة أكدت لإسرائيل أن قطر تقترب من فرض عقوبات على حماس لاستئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى انفراجة في المحادثات حول اتفاق المحتجزين ووقف إطلاق النار. المطالب القطرية تأتي في ظل تأكيد واشنطن أن الكرة الآن باتت في ملعب حماس وبالتزام مع تقارير غربي يتشير إلى أن يحيى الصنوار هو من يملك مفاتيح التفاوض. وربما تهديد بفرض العقوبات يهدف لدفع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هانية بممارسة ضغوط على الصنوار للقابول بالمقترح الأمريكي بحسب مراقبين. وكانت قطر أعلنت في أبريل الماضي أنها تعيد تقييم دور الوساطة الذي تقوم به بين إسرائيل وحماس بعد اتهام أمريكي لها بأنها لا تمارس ضغوطا على الحركة لكن بعدها عدلت موقفها وأكدت أنها مستمرة في وساطتها. ومع ضيق أفق المفاوضات الجارية فهناك احتمالية أن تنهي قطر وساطتها بحسب أوساط سياسية. وفي خضم هذا التطور يلتقي هانية بالقائم بأعمال وزير الخارجية الإيرانية علي باقيري في العاصمة القطرية الدوحة لمناقشة تطورات الحرب في غزة والمنطقة. وهذا اللقاء في حد ذاته يشير إلى احتمالية تأثير إيران على مسار المفاوضات.